بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يخاطب الله عز وجل الناس جميعا أن يأكلوا الحلال الطيب مما رزقهم الله تبارك وتعالى ويحدرهم من الشيطان الرجيم فهو عدو لهم وأن يحذروا من تسويله ووسوسته بتزيين الحرام واتباع خطوات الشيطان فالحلال ما أحله الله تعالى والحرام ما حرمه الله سبحانه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قلوا ما حل ودعوا ما حرم وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال وفيه أيضا وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين واعلموا أيها الإخوة أن عداوة الشيطان ظاهرة جلية وقال الله عز وجل إنه لكم عدو مبين وقد نزلت هذه الآية في بني ثقيف وخزاعة وبني عامر بن الصعصع بسبب تحريمهم على أنفسهم من الحرث والأنعام وتحريمهم البحيرة والسائبة والواصلة والحام ومن شديد عداوته لكم أنه يأمركم بالسوء والفحشاء من الكبائر والفواحش مثل الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن تفتروا على الله ما لا تعلمون مما لا يقبل ولا يعقل أن ينسب إليه تبارك وتعالى مع عزته وعظمته وجليل سلطانه وهو الغني عن خلقه أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأنزل سورة كاملة تتحدث عن وحدانيته سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الكتاب والحكمة والتوحيد الخالص لجلال الله سبحانه وتعالى قالوا إنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الشرك بالله وعبادة الأوثاني فرد الله عز وجل عليهم باستفهام استنكاري أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فهم لا يعقلون ولا يفهمون أي شيء من الدين ولا يهتدون سبيلا للحق والهدى والرشاد فما مثل هؤلاء الكفار وما هم عليه من الكفر والعناد والضلال إلا كمثل الراعي الذي يصيح بالبهائم والأنعام وهي لا تعي نداءه ولا تفقه دعاءه فهم صم لا يسمعون بكم لا ينطقون وهم عمي لا يبصرون وهم قد رفضوا ما أنزل الله من الحق والهدى والدعوة إلى الإيمان وطاعة الرحمن وهم بمنزلتي من لا يسمع دعاء ولا يجيب نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يأمر الله عز وجل المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله ولا بد أن يعلم المسلم أن أكل الحلال من أسباب قبول الدعاء والعبادات وفي المقابل فإن أكل الحرام يحول دون قبول الدعاء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعذي بالخرام فأنا يستجاب لذلك وهذه الطيبات من الرزق التي سخرها الله عز وجل لنا تحتاج إلى شكر الله عز وجل عليها فقد كثر خير الله وطاب قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولنعلم أن الشكر عبادة عظيمة فإن العبادة لله تبارك وتعالى إذا وفقك الله عز وجل لهذا الشكر الذي هو عبادة لله عز وجل فذلك فضل من الله ومنا فاشكر الله على هذه النعمة واعلم أيضا أن من مقتضيات العبادة الشكر وأن من مقتضيات الشكر العبادة واعلم أن الله عز وجل قد قرن شكره مع شكر الوالدين فقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ثم يقول الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بعد أن أباح الله عز وجل في الآية السابقة للمؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله حلالا طيبا وأن يشكروا الله عز وجل على ذلك فقد أعلمهم أن من مقتضى عبادتهم لله تبارك وتعالى أن يأكلوا من الحلال الطيب وأن يجتنبوا ما حرم الله عليهم من الميتة التي ماتت قبل دبحها وتذكيتها الشرعية وكذلك حرم عليهم أكل الدم لما فيه من أضرار صحية ولحم الخنزير لما فيه من نجاسة وقذارة ولما يأكله من نجاسات وغير ذلك كذلك حرم الله تبارك وتعالى أكل ما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى والمراد هنا النية عند الذبح ولكن رحمة الله عز وجل وحكمته البالغة قد أحاطت بكل شيء علما فقد استثنى سبحانه وتعالى المضطر غير القاصد للحرام وذلك في حالة الاضطرار الشديد مع عدم المبالغة في الأكل من ذلك الطعام والأصل أن ما أحله الله تبارك وتعالى فهو الحلال وأن ما حرمه الله عز وجل هو الحرام سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها فالأمر أمر الله والحكم حكم الله وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ثم يؤكد الله عز وجل على أنه غفور لعباده رحيم بهم سبحانه وتعالى